محبة البلاد قول وفعل أنا فاتمة مسدي دكتورة في العلوم البيولوجية وعندي تجربة في خدمة الدولة والشعب ونعرف أن تونس اليوم تواجه تحديات كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية هكذا لماذا قبلت التحدي لبناء الجمهورية العصرية جمهورية الرقمنا والمعرفة التي طالب بها الشعب وككل مواطن عاشق لتونس ويجب عليه خدمتها والدفاع عنها بكل شراسة قولا وفعلا وكما تعرفوني أنا فاتمة المسدي العين الساهرة والتي تراقب وتعمل على إحباط كل المحاولات أعداء الوطن في تخريبه أو النيل منه حتى ولو كان ثمن ذلك حياتي إن كل شبر في تراب الوطن هو أمانة في أعناقنا ولا مجال في التفريد في السيادة الوطنية أبناء وبنات وطن المواطنة الحقيقية ليست دائما ببدل عسكرية وحبك لوطنك واجب أن يترجم إلى واقع وأفعال فالوطن يستدعي منا جميعا اليوم أن نعبر عن هذا الحب وأن يكون هذا الوطن ومصلحته وبقائه هو هدف أسمى لنا جميعا لذا فالمشاركة في الانتخابات واجب وطني وعلى خاطرني بنت سفيقس ونحب جيهتي وترشحت للانتخابات التشريعية على دائرة سفيقس الجنوبية وبفضل ثيقتكم الكبيرة في شخصي توصلت إلى الدور الثاني بنسبة كبيرة من أصواتكم اللي خليني نشكركم ونوعدكم أنه إذا تم اختيار فاتمة بسدي بش تكون صوتكم العالي وطنيا وجهويا في كل شبر من الطبلبي وقرمدة وبوزيين والأفران والعين ومنزل شاكر والعوابد والخزانات وعين تركيا وعرفات وبش يكون تركيزي على خدمة الشباب والثقافة والرياضة في كل هذه المناطق خاطر مش معقول مثلا أنه دار الشباب في الخزانات تقعد مسكرة أربع سنين وللعدم وجود ملعب رياضي في عين تركيا وعلى خاطر صفيقس الجنوبية معتمدية كبيرة في مساحتها يلزم تكون فيها كل الخدمات وأولهم النقل والصحة على خاطركم تعرفوني ملتزمة قولا وفعلا في خدمة البلاد وخدمة الجهة صوت الفاتمة بسدي رقم واحد في دائرة صفيقس الجنوبية